اشتركوا في القناة يمكن الوصول إليها ببصيرة وقصد وهذه الحالة يسعى لها كل زوجين وفيها مشاهدين تحلو حياتهم وتستمر وبفقدانها تظلم وتنقطع وبالتالي هي ركيزة أساسية لاستمرار الحياة الزوجية اليوم رح نتعرف في هذه الفقرة على موضوع مفاتيح الحياة الزوجية السعيدة مع ضيفتنا في الاستوديو للصادة عائشة أليل بيرك مدربة في ترمية البشري صباح الخير وحياة شاء الله ويانا في صباح الشعر صباح النور صباح السعادة والتألق في قناة صباح الشارقة الله يسأل وتشارب في البداية طبعا يعني خلنا نعرف أول شيء مصطلح مفاتيح السعادة في الحياة الزوجية أنا أرى دائما أن السعادة شيء داخل الإنسان ومتطلب يسعده له كل إنسان سواء كان زوج أو فرد وأن المفاتيح إحنا اللي نخلقها وإحنا اللي نوجدها بطريقة تعاملنا أفكارنا ومن خلالها نوجدها المفاتيح طبعا مفاتيح السعادة الزوجية طبعا يسعى لها كل من الطرفين الشركة الحياة وكل منهم يرى يعني في الكتب نرى أن ذكرت عشرة وفي عشر مفاتيح وكتب أخرى 15 مفتاح أنا أرى أن المفاتيح أنا من أجدها وأنا من أبتكرها لتستمر حياتي بصورة متألقة ومستمرة فمثلا هناك من يرى أن السعادة طبعا دائما نرجع بها إلى الوازع الديني التي تقربنا الله سبحانه وتعالى بنية الاستقرار في هذه الحياة والاستمرارية الاحترام التقدير المشاركة التضحية كذلك عدم تدخل الأسرة تقدير الزوج أمام الأبناء كذلك هناك تبادل الكلمات الهدايا ونوع من أنواع مفاتيح السعادة الزوجية كذلك هناك أيضا الابتعاد عن الملل والروتين الحياة اليومية إلى جانب كذلك عدم الشكوى والمبالغة في التحدث في بعض المواضيع التي تجلب مثلا الخلافات الزوجية إلى جانب أنه كذلك إحنا لو نلاحظ كلما قرأ الزوجين واتطوروا من المجال الفكري كلما أبدعوا في تطوير حياتهم الأسترالية ذكرتي بشكل عام استاذ عايشة هذه المفاتيح لكننا بدأنا دخلنا مع أشخاصي بداية حياتهم الزوجية شو هي الأشياء التي ممكن تساعد خصوصا أن أشخاصي داية تهم في حياة جديدة شو هي الأشياء التي ممكن تساعدهم على استمرار السعادة في هذه العلاقة دائما لو رجعنا للكتب أو الدراسات نلاحظ حتى في البلاد الأجنبية بدوا يقولوا أن لابد أن يدخل الزوجين في نوع من أنواع الخبرة من خلال مثلا دورات قراءة تثقف سؤال أصحاب خبرة تؤهلهم أنهم يكونوا فاهمين مفهوم الزواج أو مفهوم الحياة الزوجية استعيدة أو كيف يعني مثلا يحققون التوازن في هذه الحياة ويتجنبون مثلا الخلافات أو المشكلات أو العقبات أو أي تحدي ممكن أن يواجه الزوجين أثناء مثلا الحياة الزوجية جميل من خلال هذا نلاحظ أنه يعني يقولك في البلاد الأجنبية مثلا بريطانيا أمريكا يأخذ الزوج والزوجة فترة قبل الزواج أنهم يعني يأخذوا دورات وكورسات يتعرفوا فيها ويختاروا فيها الشريك الحياة يعني المناسب والأنسب وكيف يتعاملوا معه وكيف يعني الأولويات التي لابد أن تسعى كل منه الطرفين أن تتواجد في هذا الشريك لأن لا يكون مثلا أنهم عندهم نظرة أن الزواج في مرحلة مؤقتة وتنتهي نعم جميل استاذا يعني اليوم من هو المسؤول عن تحقيق التوازن في الحياة الزوجية هل هي عملية مشاركة أم يجب أن يقود الزوج كذلك يعني يبادر أم الزوجة أو هي توازن أو توازن دائما الحياة الزوجية لا تقوم على شخص واحد لا بد أن تكون هناك مساندة بين الطرفين الزوج والزوجة ودائما نلاحظ لكل منهم أولوياته لكل منهم مسؤولياته فلا بد أن يكون فيه مثل ما قلنا احترام تقدير لدور كل واحد فيهم عشان يحسن القيام بعمله المطلوب منه وكذلك يجد نوع من أنواع المرونة في الحياة فلا يقصر أحدهم أو مثلا يكلف الطرف منهم الآخر بأعمال تشق عليه وتؤدي بذلك إلى إنهاء هذه الحياة بسرعة سيدة عشان تتكلم عن الاحترام يعني أنا تتوقع أن الاحترام هو الركيزة الأساسية في أي علاقة سواء كانت علاقة زوجية وحتى العلاقات الاجتماعية الأخرى وبالتالي نلاحظ أن لا يراعي الطرفين مسؤوليات الآخر أو مثلا ظروفه أو مثلا التزاماته نلاحظ مثلا نحن في واقع مجتمعنا العربي بدأت المرأة تخرج إلى العمل إذا لم يكن هناك احترام أو مراعاة للزوج لهذه الظروف أو مثلا ما تعانيه المرأة باعتبار المرأة نوع يعني جنس ناعم وحساس من الضغوطات الحياة وتقديرها مثلا لما تواجهها أثناء العمل منلاحظ على طول تبدأ المرأة تنزوي أو تأخذ جانب العزلة أو ممكن تبدأ مثلا بالانقطاع في الحياة الزوجية لأن ترى الزوجة يعني غير مقدر لما تقوم به أو الوظيفة التي تؤديها فبالتالي تلاحظ كثيرا خلافات نسبة طلاق عالية ربما عزوف كذلك الشباب عن الزواج لأنهم يجهلون مفهوم الزواج أو دور كل واحد فيه صحيح حلو حتى اليوم يعني ذكرت نقطة جدا مهمة اليوم احترام الزوج لي خصوصا ذكرت النقطة الأهمة التي هي أن اليوم ما شاء الله يعني السيدات نسبة كبيرة اليوم يعني ذهبنا للعمل وعندهم أعمالهم الخاصة فبالتالي لابدنا أن يكون فيه تقدير واحترام متبادل ويعني بهذا السبب اليوم ما شاء الله قيادتنا الرشيدة تدعم المرأة في عملية تولي المناصب القيادية يعني فتح المجال لها المشاركة في صنع القرار فبالتالي اليوم يعني دائما الإنسان يقارن ويتخذ من القيادة قدوة قدوة حسنة فبالتالي يمشي على نفس النهج اليوم كذلك مسألة الثقة نتحدث عنها والثقة جدا مهمة بين الزوجين أكيد الثقة أصلا من أسرار وأساس بناء الحياة الزوجية السليمة الصحيحة المستمرة لأنه لا بد أن يكون كل من الطرفين يكون بناءه للثقة واضح وقوي وعلى أساس يعني من أن كل منهم لا ثقة وواثق من شخصية الطرف الثاني أو سلوكياتها أو تصرفاتها أو المواقف التي يقوم بها فبذلك مثل ما اتناولت المرأة تخرج للعمل وهي واثقة بأن زوجها يدعمها ويؤيدها سواء بكلمة بتحفيز بثناء وكذلك المرأة دائما الرجل بطبيعته يحب الثناء يحب أن تستمع المرأة كلما استمعت طبعا المرأة الذكية القيادية في أسرتها في وظيفتها دائما تكون من الشخصيات المستمعة التي يحبها الرجل وكذلك يسعى دائما للتواصل الدائم وأن يعبر عن كل ما فيه داخلي وهو واثق أن هذا الكلام أو هذا الموقف لن يسبب إشكالية أو ضرر للطرفين جميل حلو يعني خصوصا على في بعض الأزواج يعني إذا المرأة مثلا بدأت تتكلم عن دوامها يعني حاول دائما يعني حاولونا ما يمسكن بعض النقاط اللي في العمل السلبية السلبية ويبتدون يصنعون المشاكل من خلاله لأن هذا الشي رح يترتب عليه مشاكل أكثر أولها أن الزوج رح يقول شو صار معي في الدوم والزوجة كذلك بيكون نوع من أنواع السرية في بعض المواقف وهذا ممكن بعد في المستقبل يسبب مشاكل كثيرة أن يكتشف الزوج مثلا أن زوج تأخفت عليه موقف ممكن يكون سبب في مشكلة كبيرة في عملها في أسرتها في نطاق علاقاتها الاجتماعية وطبعا بالتالي هذا يفقد الثقة وبالتالي تضيع الحياة الزوجية في أسرار ومثلا دهاليز ربما تؤدي بالتالي أنه يبدأ يبحث عن شريكة أخرى له تمام أستاذ عيشة لو تكلمنا عن أو احنا تكلمنا أصلا عن موضوع المشاكل اللي ممكن تطرأ في العلاقات الزوجية المشاكل الأمر طبيعي جدا أكيد ملح الحياة لكن أستاذ عيشة بعد هذه المشاكل كيف ممكن نحن نرجع لعلاقة علاقتنا الطبيعية السليمة السعيدة اللي يعني ما فيها أي مشاكل أو أي أمور ممكن قد تأثر على هذه العلاقات كيف نرجع نفسنا لهذه العلاقة بطريقة طبيعية كما كانت في السابق أو حتى أفضل دائما المرأة أو الرجل الذكي لابد أن يأتي لها فترة يعني بين فترة وفترة لابد أن يعيش تأملات مثلا تغذية راجعة لأفكاره المواقف التي صدرت منه سلوكياته يراجع تصرفاته التي من خلالها ممكن أن يجد نقاط الضعف أو الخطأ فيحاول تعديلها والحوار سيد للعلاج أي مشكلة ممكن أن تواجه أي طرفين سواء كان زوجين أو زملاء أو مثلا أي علاقة من العلاقات البشرية على سطح الحياة لاحظة أن الحوار يفتح باب للصراحة باب لعلاج بعض المشكلات أين الجوانب التي تحبينا لجوانب التي مثلا تضايق منها فبالتالي يتكون فيه نوع من الشفافية في الحديث دون مثل ما قال أستاذ إسماعيل يعني الغيرة تزايدة هذه ممكن تأثر الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى يعني دائما المرأة أو الرجل يتلمسوا أنهم أساسا مجتمع لأنها البنية التي يبنون فيها جيل وكثرة الخلافات أو مثلا الشيك أو عدم الثقة أو عدم الصراحة تولد هذه الأشياء والمرأة الذكية دائما تبحث عن الجوانب التي يحبها الرجل وتسعى لتقويتها وكذلك الرجل أين الجوانب التي تحبها زوجتي من كلمات من إطراء من اهتمام لابد المرأة أن تهتم دائما بتجديد حياتها لا تقف على وطيرة واحدة وتنتظر من الزوج دائما أن يبادر لابد أن يبادروا الاثنين عندما يشعرون مثل ما قلتي بحالة ضعف أو مثلا توتر في الحياة الزوجية طبعا المرأة الذكية دائما للطلاع كل ما هو جديد نطلع نأخذ ما يناسبنا لكن لا نقلد الأشياء التي ممكن تؤثر سلبا يعني يمكن ما محببة للزوج أو ما محببة للمرأة لا أفرضها عليها لا بد أن يكون فيه نوع من أنواع الإقناع الذي يكون فيه تراضي بين الطرفين وبالتالي تتجدد الحياة بطريقة سلسة وبطريقة طبيعية جميل حلو سيدة عايشة كذلك هل أنت مع أو ضد أنه لو صار في خلاف يبتعد الطرفان قليلا مثلا دون حدوث مشاكل مثلا الزوجة تروح مثلا يوم يومين تهدى عند الأم أو الزوج يسافر يوم يومين مع أصدقائي هل أنت مع هذا الأسلوب أم أنه لا بد المواجهة والمصارحة فيه دائما نشوف أستاذ إسماعيل في كل مشكلة لا يجب أن يكون في الأزواج يجب أن يكون هناك هدنة ونسميها في علم النفس ذكاء المسافة إحنا علاقاتنا دائما مع البشر سواء زوج أو زوجة أبناء علاقات وظيفة لا بد أن تأخذ نوع من المسافة التي تجدد بها العلاقة تقويها تكتشف فيها وين سلبياتك وين إيجابياتك تعطي فرصة للعقل يهدأ ثم يهدأ في الحوار المنطقي اللي من خلالها أنا أكتشف إذا كنت مخطئ أعترف بخطئة وحاول أن أعدلها كذلك الأزواج لا بد أن المرأة نعم أنا متعلقة بالزوج ولا أستطيع أن أستغنع لكن لا بأس أن أبتعد قليلا ليشعر بالاشتياق يشعر مثلا بالشوق مثلا لي مثلا يفاجئني بموقف معين يعني أبدأ أنا تنظيم أفكاري بعلاقاتي التي تساعدني في المستقبل لبناء حياة سعيدة مستمرة أستاذ عيشة تكلمنا عن موضوع ذكرتين في بداية الحلقة عن موضوع الهدية وتأثير الهدية يعني يمكن قد تكثر الهدايا في بداية العلاقة الزوجية لكن بعدها يمكن شوية تبدأ أتقل الهدايا ما مدى تأثير الهدايا على السعادة الزوجية طبعا هي مفتاح من مفاتيح السعادة الزوجية لكن أنا أرى أنه ليس بشرطة تكون الهدية بقيمتها يعني ممكن كلمة يعني رسالة عبارة تحتاجها المرأة نحن دائما حتى في عباراتنا اللي هي في رسالة التواصل الاجتماعي دائما نقول في زحام بغوطات حياتنا نحتاج إلى عبارة إلى موقف لكلمة لاتصال هذا يعتبر هدية يعني هدية معنوية حتى رسول الله عليه السلام قال يعني في حديث تهادو تحابه تحابه صحيح هذه الأشياء يعني تجدد العلاقات تقويها ليس فقط مع الأزواج مع أي إنسان أنت تودين أن تستمرين في علاقة الشمال فكذلك الزوجة الذكية مبلازم أنا أهدي زوجي دائما أشياء يعني باهضة ثمن أو غالية لا ممكن أشياء لو بسيطة بس هو يتلمس فيها يعني مثلا مثلا نلاحظنا نحن في الفترة الحالية يعني الله يحفظ شبابنا المرابطين على اليمن عبارة أني أنا أكتب مثلا يعني ورقة وأكتب له فيها الله يحفظك ترجع لنا بالسلامة ربي ينصرك تحس هذه عبارة يعني أول ما يفتحها مثلا يلاقيه في ملابسة أو في حقيبته تحس هذه أشياء مجددة للحياة أن الزوجة هذه تهتم بأق يعني بدقة تفاصيل لهذا الزوج يعني هناك من لو لاحظ هوس الموضة والأشياء بده يعني يربطه الهدية لازم بسعر معين بماركة معينة لا ليس كل الأزواج يعني بالذات يعني طبعا المثقفين أو غيره لا يربطون بقيمة وإنما الهدية أني أنا ذكرتها الشخص لأن هذا الشخص شيء أساسي في حياتي فأنا دائما أجدد حياتي بكلمة بموقف بأسلوب بهدية بسيطة لو وردة تكفي قبل الوقت داركنا أستاذة بس سؤال أخير السماع للأشخاص من غير ذوي الخبرة واتقاذ القرار بناء على ردودهم وكذلك النصياء لكلام الأهل أو الأصدقاء هذا بعد رح يدمر الألاقة يقولك طبعا من أسرار السعادة الزوجية أو مفاتيح السعادة الزوجية أني أنا عدم فتح باب لتدخل الأهل خلاص أنا قادر على إدارة حياتي طالما أنا بدأت باختيار أنني سوف أكون مسؤول عن هذه الأسرة فإذن دخولهم في حياتي في جانب بسيط أو سطحي أنا أدير حياتي بلا تدخلات كذلك حياتي لابد أن لا تكون معلنة أي تكون ورقة مخفية لابد أن لا يظهر إلا الجانب الإيجابي المشرق لأن كل إنسان ينتهز فرصة الضعف ليبدأ مثل ما قلت شخصيات السلبية المتشائمة أو ممكن ناس مش مززوجة ناس مثلا يعني منفصلين أو إلى آخر تبدأ تغرس فينا أفكار سلبية حتى ونلاحظ أننا بدنا ننشر بيننا وسائل التواصل الاجتماعي كيف كلها هدم هدم أفكار يعني هادمة للعلاقات الزوجية ليش ما إحنا نعطي الطابع الأوكي يعني الجيد اللي من خلاله إحنا نلاحظ الفكرة هي باب التغيير إحنا ما نقدر نغير مجتمع لكن نقدر نغير أفكار من خلال أفكارنا هاي نقدر نجدد حياتنا نقدر نطورها نعلم اللي حوالينا يمكن التغيير في بدايتها صعب أو مقاوم لكن مع مرورة يعني واستمراريتك أنت كشخص بتبدأ تأثر على المحيطة اللي حوالي أبنائك أفراد أسرتك زوجك وحتى الزوج نفسه ما يحب أنك تفرض عليه شيء فرض بالتدريج بالحوار تبدأ تغير كل شيء وطبعا إحنا دايما الناشد أن إحنا ما ناخذ برأي أي شخصية إلا أصحاب الثقة أصحاب الخبرة مبأ كل حد وممكن ناخذ من أولياء أمورنا اللي مثلا أسرتنا اللي تسعلينا باستمرار حياتنا مش اللي تنادي بهدم هالأسرة أو تشتيت صحيح وفي النهاية طبعا أستاذ عاشا كل الفروقات شخصية تلعب دور كبير وتقبلنا وشخصياتنا المختلفة أيضا تلعب دور في تقبلنا النصيحة وحتى تطبيق هذه النصائح المختلفة شكرا لك أستاذ عاشا علي البارك على هذه المعلومات القيمة شكرا لك شكرا لكم إذا لمشاعدين فاصل سريع ونرجع لها من بعدكم وخلكم ويانا